نبدأ حلقة اللي لدي حلقة مصر النهاردة برنامج مصر النهاردة خلونا نبدأها على طول بقبل الهوى النيابة العامة تحيل نقيب الصحفيين النيابة العامة تحيل نقيب الصحفيين واثنين من مجلس النقابة لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح يوم السبت الجاي وكمان قبل الهوى المؤبد ل 27 متهما من الإخوان و 10 سنوات ل 14 آخرين في أحداث عنف بالمينيا برضو قبل الهوى جنايات الإسكندرية برئاسة المسشار محمد حسين أمارة تقضي بالأشغال الشقة المؤبدة على 8 من رافض الانقلاب حضوريا في قضية أحداث مسجد فضالي بحي سيدي بشر ده اللي كان قبل الهوى تعالوا نشوف عنا وننا نعرض بقى نبدأ الحلقة النهاردة بالعنوين وهنبدأ يعني من المستحيل من المستحيل إطلاقا أنك أنت تسيب حاجة اشتغلك السيسي عليها يعني يعني السيسي ما شاء الله راح افتتح مشروع بيقوله نووي تقريبا أو مشروع حاجة كده خاصة بالحروب الجيل الرابع يعني فصعب بتسيب ده وتتكلم على أي قضية تانية غالق أسعار بقى والقصص دي أول عنوان بيقول السيسي يتجاهل الغلاء ويدعو الشعب للجوع والتقشف ويدخل في نوبة ضحك هستيري مرتين السيسي الناس بتضرب بعض بالجزم في كرفور على شوية رز أو شوية رز السيسي بييجي في الفيديو النهاردة أو في افتتاح النهاردة ويدعو الشعب للجوع والتقشف معلش بقى يعني سيبك من السيسي خالص يعني سيبكم الكلام كله يعني هناخدها واحدة واحدة بس خلوني أبدأ بس بالقصة دي يعني في نقطتين لازم نتكلم عليه هون أول نقطة أن أي أمارات في الدنيا بيتم افتتاحها كان غالباً بيروح يفتتاحها محافظ غالباً يعني إقرأ كده أيام الرئيس عبد النصر أو السادات مثلاً لما كانوا يفتتحوا أربع خمس ست أمارات كنت تلاقي الرخامة بتاعت الأمارات افتتح المحافظ السيد فلاني الفلاني في عهد الرئيس فلان افتتح المحافظ مثلاً البحر الأحمر كذا مجموعة أمارات اسمها كذا أمارات يعني في النهاية أمارات مساكن أنا قلبي مساكن شعبية مصر عايشة على المساكن الشعبية من ساعة ما شوفنا وش عبد الناصر بس الحقيقة عبد الناصر ما كانش بيتفع نفسه ويهيف نفسه ويريح يفتتح مجموعة أمارات ما كانش بتحصل الحقيقة دي نقطة الرئيس يفتتح حاجات كبيرة وإلا يعني لو بنتكلم على مشاريع أملاقة بقى يبقى بصراحة يجيب سيرة حساب الله الكفراوي بقى مدينة السلام وستة أكتوبر ومدينة السادات مشاريع بجد يعني مشاريع مدينة السلام دي كان مشروع عملوا حساب الله تكره حساب الله تحب حساب الله مش مشكلة في حساب الله إنما مشروع مدينة السلام ده كان مشروع عملاق ده قنش في عهد السادات ولي نفزه وانشاوه مجموعة شركات منها تقريبا المقولين العرب آه مش منها ده ملع المقولين العرب وشركة أطلس وشركة كده ومحمة ومختار إبراهيم وشركة اسكندرية يعني مجموعة شركات راح تنفزت مدينة السلام وعملت مشروع عملاق السادات اتعملت في عهده ستة أكتوبر في عهد السادات لكن مش القصة بقى إنك تجيب لي ستة سبع أمارات أو كومباوند وتروح تستطيع وتعمل إنجاز ده ده حقص فاضي بصراحة ده قلة مشاريع ده واحد فاضي مش لقي حاجة يعملها ونفسه يهلزق نفسه في أي مشروع بتعمل الحاجة التانية إن احنا الحقيقة مع الغلابة مع الناس اللي سكنا في مناطق وحشة إنها تتنقل لمناطق أحلى أو تعيش في مناطق أحلى في منطقتها خلينا بقى نرجع تاني للعنوان اللي يخليكم السيسي يتجاهل الغلاء ويدعو الشعب ويدعو الشعب للجوع والتقشف ويدخل في نوبة ضحك هستيري مرتين الأخ النهاردة ساب كل الغلاء واللي احنا بيشوفه ده تعالوا نشوفه كده فيديو السيسي ازاي دع الشعب للجوع أو عتصدق بقى أو عتصدق القصص اسمع كده اسمع فيديو عشان تعرف هو قال كده ولا لا نشوفه فيديو كده عدد يقرب 150 ألف أو 160 ألف واحدة سكنية اللي بنا احنا كانوا عايزين يعملوهم يعني بخطة طموحة في خلال طالة أربعة سنين عشان نعملو الجليئة دي حننتكلم في 14 مليار جليل طبما هو كلام ده كله الحكومة لما تيضبارو حتضبارو مليل بصراحة كده يعني الوزير التخطيط دائما مدلم مني بصراحة ويقول لعيس الوزراء بس هعملو لي يمانا بقولوا وهم عايزين وبعلم قدام الناس فأحرجوهم صحيح بس أنا عارف ملناش خيار تاني غير ان احنا وعشان كده بقولوا المسرين لو الامر يتطلب منه ان احنا ما ناكلش وابقاش في وسطينا حد عايش كده أنا مع ابوع ما يقدرش أنا من واكل وبقى مبسوط وغيري لا بواكل ولا مبسوط الموضوع كده الدولة اللي بتحب بنفسها دولة اهل البلد كلها اللي بيحبوا نفسوهم نفسوهم يعني أنا ووجاري وزميلي اللي هنا ولي هناك في كل حطة بنصر كلنا نحط ايدينا في ايدينا بلدنا في ايدينا في ايدينا بعض عشان مش عشان محدش عيرنا بفارينا زي ما انا قلت في الفقط مأ مدام عندنا فرصة اللي احنا تصوروا الطفل الصغير ده او السيدة الكبيرة ديت اللي هي بعد ما عنداش اي شكل من اشكال الامان ولا الشعور بالرضا او الراحة واحنا عادينا نتفرج عليها ونقول حنعمل ايه مفيش حدث معنا حنعمل ايه احنا ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى هنانهي هذه المشكلة خلال السنتين القادمتين ونبقى مفيش ابدا الشكل اللي احنا شوفنا ده مش موجود في مصر مرتين ايه استضحك على ايه شعب اتكلم على الغلابة عبدالناصر كان يطلع يقول قوى الشعب العاملة الناس تسرخ تحت من قوى الشعب العاملة طب استفرتي قوى الشعب العاملة متعرفش السادات كان يطلع يقول اخلاق القارية اللعيب الناس تنبسط قوي تتكايف قوي اكتشفنا السادات كان يعني مليونير بالالقام بتاعت وقتها عبدالناصر كان عايش في فيلا ورجل تمام جيت ابن فين بقى قوى ولاد عبدالناصر كسب وما كسب بالهابن مش كلهم عشان بس ما نجمعش فيهم واحد انا بحترمه يعني انما الباقي كله عايش في البالالالند ده بقى طالع ياكل عايش ما هو بص عايش تاكل عايش مع الشعب المصر ده وتسجل معاه اطلع اعمل نفسك غالبان زي هو اطلع اعمل نفسك ايتين اعمل نفسك فقير الجو اللي عمله عبدالفتاح السيسي ده بيفكرنا بص السينما يا جماعة مع احترامي اللي بمشو السينما السينما حالة القصص دي افتكر معايا القصة الرائعة ليوسف السباعي ارض النفاق افتكر معايا المونكوميديان الرائع اللي لم يتكرر فؤاد المهندس لما نزل انتخابات وبعدين العربية توصله قبل السرادق اللي عاملينه في الانتخابات فيجي واقف مغير لابس البدلة المقطعة ويقف يخطب وهو متأسر بالفؤرة وبعد ما يخلص السرادق والخطبة دي يجي راكب العربية بقى بيه تاني يرجع للتكيف نفس القصة صعب فتاح السيس عايز اقول له يوسف السباعي كتابها من اربعين سنة فكرة انك تقعد تقول انا ما اقدرش ااكل ولادي هنا يقلب كده فجأة على المدام هند رستم ما بيقولش الجو ده غير مع الهبل وانا اتصور ان الشعب مصري كبر على القصة دي خلاص يعني اتفطن بقى يعني مش معقول هيطلع مطرب او ممثل او لعب كورة ودي حصل كتير قوي يطلع يعمل كده ويعمل كده ويسبل وخلاص خلص القصة هو بيقول ان انا ما اقدرش معرفش ما اقدرش يعمل ايه لكن بيقول ان الاربع خمس عمارات اللي افتتحهم النهار ده دول اللي كان بيفتتحهم محافظ عم عبد الناصر دول نواة لمشروع كبير عملاق قوامه مية وخمسين الف وحدة سكانية مش مية وخمسين الف عمارة تفرق العمارة ممكن يكون فيه 14 شقة مثلا ممكن يكون زي عمارات مدينة السلام كان خمسة في الدور وهي خمس دوار خمسة خمسة وعشرين شقة ففيه فرق بين الوحدة والعمارة عمارة هو بيقول مية وخمسين الف وحدة سكانية على كام سنة بقى يا عبد الحليم على مية على ثلاث سنين ثلاث سنين فين بقى المليون وحدة سكانية اللي انت كلمتنا عليهم زمام ايام ابراهيم ابو حملات والمدام لميس لما قعدوا معاك وكلمت على ان فيه مليون وحدة سكانية في الاخر اللي اطلعنا به مية وخمسين الف على ثلاث سنين انت اخرك مع المصريين مفروض سنتين يعني اخرك مع المصريين سنتين وانا بقول الكلام ده مهم اوي الكلام اللي بقوله ده السبب لانه معنى كده انه حط رجله في الفترة اللي جاية لو سكدته يعني يعني هو رح عمل ايه حط رجله هو قدامه سنتين حلاصة 2018 انتخابات رئيسية جديدة مفروض يعني هو رح حط رجله في 2018 بقى انا كده بالفيديو ده بقى انا في 2019 طيب طلع يقول لك انا ومقدرش اعيش لان عمالها قبلك فقد المهندس وانسا نفكرك وشوفوا بقى زمانينا في الكنترول جابوا اللقطة نشوف كده فقد المهندس هاتف دعاني وتفعني الى ترشيح نفسي رغم كثرة اعمالي وسحمة اعمائي هذا الهاتف هو احساس الدفين وشعور الحزين بما يعانيه حيكم الموقر من حرمان وفقر ومسغبة لا لا تهتفوا لي بل دعوني انا اهتف لكم طوبى لكم طوبى للفقراء المساكين ودبشة للاغنياء المقطرين الذين خربوا بيوتكم الامنة وعكروا حياتكم السالمة يا سلمة يا سلمة يا سلمة يا سلمة بعيني انا شفت دعاية ظالمة دا العبقري فؤاد المهندس عمل المشهد دا من اربعين سنة المشهد دا من فيلم ارض النفاق كفاية بقى يعني كفاية يطلع عليكم زعيم واثنين وثلاثة بيعملوا نفس المشهد اللي عملوا المحترم فؤاد المهندس عملوا بمنتهى البراعة على فكرة بس ناقص حتة صغيرة لما كان بيوصل بالعربية الفخمة والسواء ينزل يركن على جنب يلبس البدلة المقطعة دي عشان يطلع يقول الاغنياء باهدولوك قصة خلصت معرفش امتى المصريين هيفوقوا معرفش امتى المصريين هيعرفوا ان كتير جدا من الزعماء ضحكوا عليهم بنفس لسكيل او الطريقة بتاعة فؤاد المهندس ما علينا هو قال 150 الف وحدة سكنية في 3 سنين انا قلت لحضراتكم كده هو حط رجله في سنة 2019 في فترة رئاسية جديدة لانه الراجل هيطلع بقى الراجوزات بتاعة الراجل لازم يخلص يا جماعة خططه الراجل يا اخوانا لازم يكمل مشاريعه تاب لو مشي مين اللي هيكمل المية وخمسين الف وحدة تاب لو ربنا اخده مين اللي هيخلص مشاريع التنمية وهكذا بقى وهكذا بقى ويطلع واحد عاطفي زي واحد صاحبنا يقول لك الحمامات دي من اللي هيقفلها مش هو كل القصص دي انا بقول لكم اخطر ما في النهاردة انه حط رجله في الدورة الجديدة لكن خلينا نقول 150 الف وحدة سكنية في 3 سنين اتكلفه هو بيقول هيتكلفه 14 مليار جنيه كيفا لماذا انا مش معماري ومعرفش بس خلينا نشوف البوست ده كده حد حسب له حزبة كده قال عبد الفتاح السيسي ان تطوير العشوائيات يحتاج ل14 ده ده موقع جودة قال عبد الفتاح السيسي ده رأي نائل حسن عشان بس ما ناخدش رأي قال عبد الفتاح السيسي ان تطوير العشوائيات يحتاج ل14 مليار جنيه متسائلا مطلوب من الحكومة تدبيرها منين اقول لك منين وما تزعلش بصي عام الحج ل14 مليار دول تمن وحدة مسترال او نص تمن صفقة الرفال او تمن الغواصة الالماني بلاش ل14 مليار دول اقل من 5% من حجم الفساد في مصر بلاش ل14 مليار دول 20% من مكافآت مستشارين وزارات اللي فوق الستين ل14 مليار دول اقل من 6% من تكلفة انشاء محطة الضبع النووية ملحوظة 14 مليار جنيه يعني حوالي مليار يورو يعني برشلونة او ريال مدريد او باير ميونيخ او ليفونتس بيكسب اكتر من رقم ده ممكن اقول لك منين تاني بس هتزعل بلاش يا نائل هيزعل هيزعل اللي بياخدوا الكلام على جوه وبيضايق قوي هيزعل فعلا ما علينا ال14 مليار اللي بيتكلم عليها عبدالله تاعة السيسي دي بيكلمك عنها معجزة وانه انت تجوع عشر لكن في نفس التوقيت اللي بيقول لك نجوع اللي بيقول لك انا ما اقدرش ابات هو نفس التوقيت اللي بيصرف فيه مكافآت تقريبا شهرية للقضاء بتوعه هو اللي بيحكمه على واحد بس بثلاثة اعدام اللي هو الدكتور محمد بليان هو نفس التوقيت اللي بيجدد فيه للوقات هو نفس التوقيت اللي فيه انا شامم ريحي دلوقتي صفقة سلاح صمصرة حصلت صفقة السلاح الاخيرة دي ما علينا يعني هو في نفس التوقيت ده بيقول لك انت جوع انت جوع من اين انت أنت يا رجل بتتضرب في كرفور على تخبيض نازل على الرز كمان بس أنت تستاهل تستاهل لأنك أنت ساكت وعمال تقول والله البلد زي الفل البلد زي الحلاوة ما علينا وعايز يعرض لك حجم دايقاء فيعرضها لك بقى دلوقتي إنما خليني أأخذ قبل يعني معرفش إليه على الشاشة ده خليني أأخذ دلوقتي لما السيسي دي أهو ده العرض بتاع كرفور اللي الناس ضربت بعضها عليه اتعرض بقى والسوشيال ميديا كانت اتكلمت عنه وناس زمائلنا زعو وإحنا مرضناش نزيقه أكتر من مرة نعيب عارف ما يصحش ما يصحش المصريين المحترمين الشعب اللي علق من الدنيا الحضارة يصل بيه دريقة المنظر التجاري للطريقة دي إن الناس تخش وفجأة الناس دخلت خد الرز عبي رز منظر يعني منظر لا يقل فجاجة وسخافة عن الرجل اللي تعرف الكويت بصراحة منظر لا يقل سخافة ولا فجاجة ولا سفالة عن المنظر يعني ما عرفش بصراحة يعني انت لما تبقى في النمسا مثلا أو في القطر لما تبقى عايش مع القطريين أو في الكويت أو في السعودية مصري بيشتغل في السعودية أو بتشتغل في البحرين وبعدين زميلك المهندس اللي هو جاي من بانجلا ديش يتفرج على الفيديو دي يقولك ده عندكم ده أبوك كان فيهم بقى ولا عمك عمتك كانت نزدك رفور يومها عزا ما كانش في مدام الصفة محمود يعني احنا شوف ده المناظر دي في مدام الصفة محمود الناس اللي بتطلع المظاهرات بالفلوس دي ياخدوا مية معدنية بالطريقة دي لكن ده في كرفور يعني اللي راح في كرفور ده معاه الأقل في جيبه مش أقل من ألفين جنيه يعني راح يشتري حاجات يعني راجل مبسوط يعني مش معدم مش تحت خط الفكر إنما راجل كويس ميسور يعني مش بلاش ميسور مستور مستور كويسة فلما يتهطروا الهطرة دي ويقلوا أدامها على بعض وفي فيديو تاني الواحد قلع الجزمة واعد يضرب الستات بالجزم هو زعلان على الستة بتاعت المينيا لواحد قلع الجزمة ونزل في ستات كده مجموعة الساد نزل فيهم ضرب بالجزمة في حاجة زي كرفور برضه أو كده يعني دون ما نقتزلهمش ما علينا يعني النهار ده السيسي كان حاب يشد سوكسي دحك بس ما جابش معه دحك يبدو إن الممثلين معه على كده على زمان الكومدينات المشهورين أو الزوحيد سيف كانوا يقولك فيه جمهور كده ما تعرفش دحكوا زي جمهور المصايف مسلا ما حاجة غريبة جدا جمهور المصايف بيطلع الوقت مسلخ من البحر والستة اتقشطت شمس ويقعدوا في المصرح عاملين كده وجسمهم يعني وارن من الحر والملك فالممثل يقف على المصرح يرزع الافي أو الكوميديا ما يتحكوش النهار ده السيسي عمل زي دول بقى رح رزع افي وضحك بس الناس تعالي نشوف كده الافي ده نجيبها كل صروتها دفعتها ده احساس بالامن والطمانينة ان ارض مصر الطيبة ان شاء الله هتقبى طيبة وجود سيادتك وابارك الله فيك شكرا جزيلا احنا حنعمل ايه في الفرش هنعمل ايه في الفرش تلاجة وبتجاز يعني الفرش بيكلف 8900 جنيه تلاجة وبتجاز وغسالة ومطبخ وثلاث دوليف واوضة بالكامل وإحنا تحت عمر سيادتك إحنا عملنا على فكرة سيادتك خدنا الخمسة عشرين كل الأولانيين ما خدناش ولا بلديهم وعملناهم من عندنا يعني أنا جد خفتناش مع سيادتك لنبطلع كل في لسي الجبين لا إحنا حنساهم معك تحت عمر حنساهم معك بس نشوف هل إحبس إحنا يعني لنا يمكن يكون مختلف شوي تحت عمرك يعني يمكن يكون مختلف شوي وعلى كل حال القوة المسلحة ساهم معك يبقى كده شي جميل إن شاء الله القوة المسلحة ساهم معك شكرا جزيلا شكرا جزيلا هل يعملوا في الفارش هل يعملوا في الفارش هل يعملوا في الفارش في الخمسة عشرين كل الأولانيين ما خدناش ولا بلديهم وعملناهم من عندنا ده ما يتقلوش غير يا ابن الرزلة ما يتقلوش غير كده تقلو كده وتقلو كده وانت بتقولها يعني مبسوط الرزل الممثل السخيف الفاشل لاحظ بس الفيديو ده من أوله الرجل أبوداءن المحترم طلع قال كده بس قبل قبل ما قبل ما قبل ما قبل القصة دي خلي بس أولها وعند حكيته ممكن تخوف على سغيرة قبل القصة دي خالص خلينا بس أفكركم قصة مرة أيام حسين فارك كان حسني برضو تافح كده زيه ويفتتح شقة وبتاعه الحاجات دي فجأة تلاقي إيه إرسالة قطع وزيارة ميدانية لسيارة الرئيسة وفجأة تلاقي الرئيس داخل شقة ها أخبار الشقة إيه زي ما كنت جابها من جيبه مثلا وبعدين تلاقي الشقة مفروشة وبعدين تلاقي يخش الحمام شقة هي كلها على بعد خمسة وثانين متر يعني تلاقي سخان في الحمام مثلا سبعين لتر ده الشقة على بعد خمسة وثانين يعني متر تلاقي السخان قد نص الحمام وبعدين في الصالة تلاقي نجفة فكنا بنقع ما يضحك على الكوميديانات دي يعني يا جماعة مش كده ما تبقوش يعني متوسعهاش قوي كده نجفة في الصالة طب ماشي فارشي عدي إنما ده كان أيام حسن مبارك هو بقى حس إن المصريين ممكن ما يكونوش زينا كده سيئين خدوا بالهم هو يقول أنا هفرش فالراجل طلع قال المشروع كله ويبدو إن الراجل ارتجل رقم كده قالك الفارش هيكلف الراجل ما جاب سيئة الفارش فقاله خد هتعمل ايه في الفارش لاحظ بس في الفيديو ده عشان يعني بتكلم على فيديو لاحظ حكتين ققب بقى هنا ققب هنا محمود حايل ده النهاردة مسعد معايا ما ترحلش ولا فريم يا مسعد الله خليك عشان الفضيح هتبقى كبيرة معاك الراجل ده ما جابش سيئة الفارش خالص وبتكلم علي حاجة تانية الشوء والوحدات وبتاع الراجل خلص كلمته امشي بقى معايا مسعد خلص كلمته هتبقى الصورة من فوق بتاع عبدالكيرين دي قال الراجل الكلمتين اللي عنده وإحنا هنعمل وعليه الطلاق والدنيا حلوة والسيسويه عجد على الناس في التاريخ بس توقف هنا بقى هنا بقى في اللقطة ده ده المدعو عبدالفتاح السيسي وده المدعو بلا طموح صدق صبحي صدق صبحي ميل على عبدالفتاح السيسي وقال له كلمتين لمؤاخزة في ودانه هو اللي بين قدامنا في ودانه يعني ميل كده عليه وقال له كلمتين في ودانه هنشوفها أوضح من كده لما نمشي في اليمين كمان كده اه بص ايوة مال علي مال فرع من الرمان فايزة احمد على كل حال هو ميل عليه وقربه من بعض فيبدو ان صدق صبحي قال له على فكرة قلهم واعمل جدع كده اللي احنا اللي هنفرش قوات المسلحة فراح ايه خد السيسي كنسقف كنقمن على كرام الراجل لكن من عنده نقطة صدق صبحي السيسي افتكر بقى انه لازم يعلم لازم يعمل لقطة واللقطة عايزة استهلال عايزة مقدمة فيعمل ايه في المقدمة يعمل الدحكة الرزلة اللي انت سعودوها كمل بقى هتلاقي رح دحكة على طول هتعمل ايه في الفرش احنا حنعمل ايه في الفرش بس نوع بتانيه بس هو صدق صبحي قال له احنا ممكن نفرشها او هنفرشها او يقول ان احنا نفرشها فهو حاب يعلم عن الراجل طيب خد هتعمل ايه في الفرش هو كده كي انك قاعد بصراحة في غرزة على ترعة مش جو بقى فيه تنظيم وفيه ناس متفق مع بعض على ايه المشروع لا ده جو ارتجال كله كله فراح صد الصبح يقال له الفرش وراح قال له خد تعالى هتعمل ايه في الفرش او هتعمل ايه في الفرش وراح داحك الدحكة دي في علم النفس ما لهاش اي تفسير تاني غير ان هو عايز يعمل صدق عايز يعمل علامة عشان ايه يعني ان احنا ها تجيب انت لمس اكتاف على الارض واجي داخل انا بالكارت التاعي انا اللي هفرش الدحكة دي هي علامة واحد منتصر كده هيسجد دلوقتي جول يعني من ضربة خلفية مزدوجة والعالم كله هتكلم عليها بص اللحظة دي قال له خلاص بعد ما دحك احنا هنفر احنا ممكن نساهم معاك نكمل بقى الفيديو تلاجة وتجاز وغسالة ومبخ وتلات دوليف وقوضة بالكامل احنا تحت امر سيادتك احنا عملنا على فاكرة سيادتك خدنا بالخمس عشيك خلا ونانيين ماخدناش ولا باليين وعملناهم من عندنا يعني انا دخافتناش مع سيادتك لاني بطلع كل فلوسيجة باية نوع سيادتك نوع سيادتك مش قصده يضحك المعلم قصد يقول انا الكبير انا داخل اناقض بقى فقال له لا احنا بقى ايه بقى تفضل لا لا لاحظ قبل لاحظة محمود لاحظ بقى اللي بيلاقموا مين زي المسرح كده عارفين الكامبوشة اللي في المسرح عارف الكامبوشة اللي هي البتاقة اللي في المسرح كده بيقعد تحتها واحد ملقن يقعد يقول له قول كزا ويقعد يقول له الدور الملقن هنا مين بقى صدق صبحي عمال يقول له ايوه نسمع ان شو الجزء ده بس بس نشوف هالي بس احنا يعني الفرش هنا يمكن يكون مختلف شوية يعني يمكن يكون مختلف شوية وعلى كل حال القطم سلحة سهل معك كده شي جميل ان شاء الله القطم سلحة سهل معك بس شكرا جزيلا بس فهمت انت حضرتك يعني مختلف شوية الفرش الراجل بيقول له هنجيب تلاجة وبوتو جاز وتلفزيون ودولابين ومش عارف أنت ريه ووضة نوم وسخان بتامن تلاف جنيه استحلفكم بالله العظيم دول ماركتهم ايه ايه الاجهزة دي كلها ده لو الحكاية كلها تكلف في مصر تامن تلاف جنيه ده كان الجوازكم الشاب كلهم اتجوزوا تامن تلاف جنيه تلاجة وبوتجاز وسخان وتلفزيون واثنين دولاب يعني وغسالة كل دول بتامن تلاف جنيه ده العملة المصرية كبيرة قوي كده يعني في ظل قزمة الدولار امال الشباب واقفين في الشوالع ليه ما يروح تتجوزوا ده بتامن تلاف جنيه الراجل اسس شقة ومع ذلك السيسي قال له ايه بقى قال له بس الفرش يكون مختلف شوية انا فهمتش مختلف يعني ايه يعني ايه يعني خليه بستة مثلا ولا خليه باربعة وعشرين الف انا حتى لو بثلاثين الف مش اجيب حاجة على فكرة انما خليه بستة يعني بقول له ايه بس يكون الفرش ايه مختلف شوية السيسي عودنا على ان اللي بيقوله ثلاثة يقوله اتنين او واحد اللي يقوله خمسة يقوله اتنين فايدة البنكة هنبقى كزا يقول له لا خمسة في المية هنعمل مشروف ثلاثين يقول له سنة فهو عودنا دايما يفاصل على الاقل فهو كده اللي افهمه ان التمن تلاف جنيه السيسي زعلان منها فخليني نتكلم في خمسة كويس خمسة كويس ايه بقى الحاجات اللي هتشتري في خمسة الله اعلم قول لي انت بس شفت انت الاخ اسمه ايه ده هو سيد صبح وبيقول له انا عندي سؤال قبل ما عدي الفيديو ده هي القوات المسلحة مالها القوات المسلحة المصرية مالها ومال دولاب بضرفتين مالها القوات المسلحة مالها ومال ملة السرير الملة اللي هتقع في اول ليلة دي القوات المسلحة مالها يعني العريس يبقى داخل تب ليه مش الورش اللي في دوميات هي اللي تشتغل لكده تب ليه ما يتعاقدش مع الصناعية في دوميات يجمع رئيس الصناعية بتاعهم ويتعاقد مع الصناعية في دوميات انهم هم اللي يفرشوا الشقه دي ويحن نحاسبكم متسلا مش كده شغلنا دوميات مش كده الصناع في دميوات اللي هي مشهورة بالموبيل اللي اشتغلت طب يا عم خد معهم كمان دول الف وحدة الف وخمسين وحدة سكنية طب خد معهم المناصرة يمعلم بقى في السيد الزينب وفي الحسيق وفي وسط البلد في القاهرة تشتغل برضو معهم كل دول دول يشير ومش عارف كم شقة ودول يشير وهكذا ده اللي افهمه ده اللي ما عرف افهمه لو انت تقصوا التنمية بجد لو تقصوا التنمية بجد يبقى الوحدة السكنية دي يبنيها المقول العرب تبنيها مختار إبراهيم يبنيها حسن علام تبنيها اي شركة لو عايز تنمية بجد يبقى الفرش اللي بيتكلم عليه ده فرش خشب يبقى يغدوب تعدوميات والمناصرة الاجهزة نجيب بقى الالكتروستار والشركات المصرية نقول له احنا عم يحتاجين منه كذا وكذا يبقى كده انا شغلت كل مصانع مصر انما يقول له لا القوات مسلحة بمناسبة ايه بمناسبة ايه دي خيبة قيلة بجد والله اللي انتو بتشوفو ده خيبة قيلة ما لها القوات المسلحة وما لده ما علينا نشوف السيسي دحك مرة تانية على ايه سيادة الرئيس حينما تعطي اوامرك لإحدى هيئات او ادارات القوات المسلحة بالشروع في مشروع ما فان البعض هنا يتشكك هل فعلا سيستطيعون تنفيذ هذا المشروع خلال هذه المدة الزمنية الوجيزة وحينما يرون المشروع قد اصبح امرا واقعا سوءًا سوءًا ماحدش بيتشكك في النجش لما بتقول산 لي يش يعمل حاجة الناس ما بتتشككش يا اسامة صد يعني يا اسامة مش لازم تجود قوي يا اسامة عاد تحفظ سويا من قبلها بالليل مش لازم تجود اهي جات على ادناغك يا اسامة صوتك حلو يا اسامة وعاد تتلعب بروفات قدام المراية كتير هو انت بتعرفش ان القاد قدامك سخيف كان ممكن يعديها على فكرة بس هو مش عايز يعديها ليه بقى انا هقول لحضرتك النجوم الكبار في المسرح انا بكلمكم بخبرة يعني النجوم الكبار زي عادي الامام ساس فلان اسمك كبيرة ما يحبش لحظة بس ما يحبش الممثل الثانوي يعلم عليه يعني لما نبقى انا والممثل انا نجم كبير والممثل الصغير ده معايا ما ياخدش مني الاضواء ما يسرقش مني الكاميرا يسرق يعني يعمل حركات او يقول اف ايه ما يعملش كده لو عمل كده الممثل يجبسه الكبير النجم يجبسه يعني ايه يبوزه الاف ايه يعني فيه ممثل كبير اوي نجم مشهور اوي معا ممثل صغير في مشهد الممثل عنده اف ايه عايز يقوله هو حسنه هيدحك الناس فالممثل الكبير قال له ما تقولوش فالممثل الصغير اصر ففي العرض الممثل الصغير واقف قدام ممثل كبير الممثل الصغير قاله الاف ايه فما حدش ضحك كان ممكن يعد عادي فتخيل ممثل كبير يعمل ايه قال له قوله تاني قوله تاني يمكن الناس يتحكوا كده كبس الراجل ده موته تقريبا ده نفس الكلام اسامة واقف صوته حل عمال يكلم وهذه الاشياء فهو حس ان اسامة ممكن ياخد الاضواء لا يا بابا انا النجم انا اللي اقول الاف ايه انا اللي صوتي حل انا اللي اطلع اصر في الناس عشان ما يقولش كل ده عفتاح السيسي لاسامة ده بشكل فجر فيقوله مين يا اسامة اللي شاكك في الناس ايه حبيبي حاجو شاك في الناس كمل 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 نفس قصة بقى غيرة نجم من نجم صغير نكمل بقى ان البعض هنا يتشكك هل فعلا سيستطيعون تنفيذ هذا المشروع خلال هذه المدة الزمنية الوجيزة وحينما يرون المشروع قد اصبح امرا واقعا سامة محدش بيتشكك في الجيش لما بتقول الجيش يعمل الحاجة الناس ما بتتشككش يا اسامة يا اسامة لازم تعرف انك قدام مريض نفسيا هو اللي ياخد الاضواء هو اللي ياخد السوكسي بس انا معايا على التليفون الدكتور احمد رامي خياده بحزب الحرية والعدالة عشان عنده تعليق على الخطاب ده الدكتور احمد مساء الخير يا فندم مساء نور رسول محمد والسادة المشاهديني دكتور احمد تعليق حضرتك على كلمة السيس النهاردة حابدأ باخر لقطة يعني بس بفكر السادة المشاهدين جميعا بان برضو الوعد بتاع جهاز علاج البيتش بالكوشتة كان صدر من واحد بيلبس بابل عسكرية في حضور قيادات من القوات المسلحة ومن در الهيئة الهندسية ايضا فدقت بيئة الجزئية الحاجة التانية يعني السيسي بعيش في عالم وهني وعاود الناس كلها تعيش معا في هذا العالم الوهني يعني هو تجاول غلاء الأدوية اللي يشمل في حدود 7000 صنف والأول مرة في تاريخ الصيدالة في مصر الصيدالة يوقف في صويته مش عارف يبيع بكم والأول مرة يزيد هذا العدد من الأصناف على المواطن والأول مرة يزيد بهذه النسبة الكبيرة وإذا كأن الأمر لم يحدث على الإطلاق طبعا غير ارتفاع الأسعار بصورة عامة نركز على الدواء لأنه هو ده اللي زاد الأسبوع ده برضو من الملاحظات على الخطاب ده هو بيقول السيسي نصا أنا لما كنت بشوف الصور اللي بتجيني في التلفزيون بيتكالوا على المناطق العشوائية كان بيوجعني الشكل ده قوي والحياة دي هو السيسي ما بيشوفش المناطق داية إلا في التلفزيون لأنه مش عايش في وسط الناس مش لأن إحنا عارفين يعني هذا المستوى من القيادات اللي في القوات المسلحة حتى قبل ما يبقى في هذا المنصب ما بتقش في وسط الناس هي بتشوف الناس في التلفزيون بيشوف المناطق العشوائية في التلفزيون تمام فبيتألم كأنه بيشوف فيلم يعني تمام وعاوزنا نعيش مع بعض هذه الحلة من الإنكار بأنه عاوز يوجه وسائل الإعلام ويوجه الفنانين إنه ما يصوروش بحاجة دي يا جماعة يا أهل مصر الدنيا رأيت وردي فانتم متشوفوش إلا للسيسي عاوز عاوزكم تشوفوه بعد ما قال لكم اسمعوني أنا بس عاوز يقول لكم متشوفوش إلا اللي أقول لكم عليه برضو بيقول اخنا بفاضل الله حنينهي المشكلة اللي هي مشكلة المساكن العشوائية خلال سنتين من سنتين تحديدا مثل هذه الأيام بعد سنتين انتم مش متخيلين مصر هتبقى إزاي طب إيه اللي حصل فدي بيعد بسنتين تانين فزي ما حصل ثلاثة عايز ثلاثة تانين بالسنتين حاجة تانية بيقول أنا قادر أسلم مليون شقة خلال سنة للمناطق العشوائية احنا بس بمفكر ان دي المليون التانية لأنه كان قد أعلن عن عاصمة إدارية ايه وكان أعلن عن إطلاق مشروع المليون فدان ايه والمليون وحدة سكنية وقال برضو اه هو بيتكلم وبيشكر جمعيات الخيرية في الوقت اللي هو مصادر في أموال جمعيات خيرية في الوقت اللي هو مصادر فيه الجمعية الطبيعة الإسلامية في الوقت اللي هو مصادر فيه سنة دي تابعة للجمعيات الشرعية جمعيات تعد بالمئات على طول البلاد وعرضها السيسي ينصدرها ايضا بيتكلم ان القانون سيأخذ مجراء طب خلي الدستور يأخذ مجراء الأول خلي الدستور اللي بينص على ان النسبة المخصصة للصحة اذا قصناها على الموازنة تبقى حاجة 80 مليار جنيه فهو المخصصات في الميزانية الحالية حاجة 40 مليار يعني ما يقرب من النص ولا المواطن الغالبان مش من حقه يتعالج من الميزانية من الضرائب اللي هو يطاعة طيب يا سيسي طبع الدستور طبع الدستور بدا القانون طبع القانون ومتاخد شحنة موسى معك على الطيارة وهو عليه حكم خضائي نهايي وانت اخذه على الطيارة بتاعتك وانت نسافر لألمانيا اي قانون اللي بيتحدث عنه السيسي دكتور احمد رامي القيادي بحزب الحرية والعدالة بشكرك جدا وقفنا الدكتور احمد رامي قدام مجموعة من النقاط اللي سمعتوها حضراتكم معنا والحقيقة هو راجل زي ما قال الدكتور احمد رامي هو عايش في اوهام او عايز يعايش كنته في اوهام يعني عايز عايشكه في حشيش يعني شوات حشيش كده راميه من النهاردة انما الموضوع كله بقى عسكري يعني حتى الموزيع عسكري اللي قاعدين اغلابهم عساكر قيادات عسكرية يعني ما عرفش في عنصرين مش موجودين في الحفلة دي انا ماخدش بقى يعني ما شفتهمش يعني لا شفت شباب يعني صغارين في السن ولا شفت ستات اللي هو دوني يقولك المرأة ايقونة ما شفتش لا ستات يعني ما شفتش ستات بالعدد مش عكيد في ستات موجودة بس مش بالعدد يعني ولا في شباب بالعدد برضو اللي هو بيعمل عام عشان الشباب طيب نكمل بعد كده هو ضحك هنا في الجزء ده التاني ده وقال انه محدش بيشكك في الجيش وزي ما شرحنا الفيديو ده لكن انا مستغرب يعني انا عايزك تعرض الفيديو يا محمود تاني من غير صوت ولا صورة يعني من غير صوت قصدي لكن خلي بالك صدق صبحي متحمس قوي يعني اكتر يعني صدق صبحي ضرب حبيتين حاجة فيه ايه الحبوب اللي بتنشط يعني ضرب اتنين منشط ما عارش ايه الحاجات اللي بتنشط وعملتوا يده على التسقيف ومهايبر قوي يعني بص كده يعرض تاني كده للسادة المشاهدين الراجل ده بيتكلم عادي جدا الراجل عاجبه صوته ما شاء الله خالته قالت له صوتك حلوة ولا ما بتغنيش ليه قال له عايز اطلع موزيع فطلعوا السيسي فلما طلع عايز يتنطط على السيسي كل ده هو بيتكلم عادي فاول ما طلع تتنطط على السيسي راح السيسي معلم عليه عايزك تتفتلك بقى على صدق صبحي اول ما تتنقل الكاميرا على السيسي هتلاقي صدق صبحي راسه على زنبالك اه بص راسه على زنبالك ومش قاعد على حامي ولا على بارد وبص التسقيف يا تافه ده الراجل تافه قوي الراجل بيشد على طول بص وهيسقف تاني طول وقت طول وقت هو طول وقت عايز يسقف طول وقت مبسوط اسمه ايدا صدق صبحي طول وقت مهايبر طيب نشوف ده كان فيديو سيسي تاني لكن نشوف زياد العليمي بيكلم على على حاجة في القصة دي بيقول معلومات على السريع كده عن حي الاصمارات اللي تم فتاحه النهاردة واحد حي الاصمارات مشروع تملكه شركة قصة اسمها عباد الرحمن وبيبيعوا فيه من اوائل الالفينيات تقريبا اتنين الاصمارات فيها سكان من الفين وخمسة تقريبا ده زياد العليمي بيقول حي الاصمارات اللي سيسي راح نفتتح النهاردة مشروع فيه بيقول حي الاصمارات مشروع بتملكه شركة قصة اسمها عباد الرحمن وبيبيعوا فيه من اوائل الالفين تقريبا وبيقول الاصمارات فيها سكان من الفين وخمسة الحقيقة انا مصدق زياد العليمي لانه ارجعكو تاني زمان اوي في مكملين هنا قبل ما انا اجي مكملين اصلا لما كانت بتزيع التسريبات لما كان السيسي بيتكلم عن مليون واحدة سكانية كانوا بيقولوا ايه لو انتوا فاكرين في التسريبات انت تحط يفطى هنا على الاول تاريسكندرية ويفطى هنا مش عارف فين ويفطى كده فكده تبين الناس ان فيه مشروعات سكانية ده كان تسريب قديم اوي فانا اه ما بستبعدش ده اللي قاله زياد العليمي للسبب ده وسبب تاني ان عبدالفتاح السيسي سطى على كافة مشاريع اه محمد مرسي والمحترم هشام انديل واحنا عاملين لكم فايل كده او ملف على المشاريع اللي سطى فيها عبدالفتاح السيسي على مشاريع هشام انديل والدكتور محمد مرسي فانا مسدق انه حرامي ده سطى على عرش مصر كله يعني راجل ده الراجل ده عجيب جدا ده راجل دحك مثلا يعني عالدكتور محمد مرسي ودحك عالصوار ودحك عالشعب ودحك على الفلول ده دحك على امريكا الراجل دحك على كل الناس وكل الناس اللي قبلها وش عادي جدا انه يسرق مشروع زي حي الاصمرات عادي راجل حرامي هو تركيبة حرامي هو تركيبة حرامي فانا مسدق زياد العليمي ان المشروع موجود اصلا خلينا نشوف وزير الصحة والخبر بتاع وزير الصحة وزير مصري تحصيل اشتراكات من المواطنين لسد العجز قال وزير الصحة المصري ده في 30 مايو النهاردة احمد عماد ان وزارته لم تشرف على اعداد الميزان الخاصة بها وانها تولت وزارة المالية هذا المهمة وكشف عماد عن خطة وزارته لتعويض العجز من خلال تحصيل اشتراكات من جميع المواطنين دون استثناء بدعوة تقديم خدمة طبية افضل وتنمية المستشفيات على مستوى الجمهورية ارجعك تاني كلام الدكتور احمد رامي اللي كان معنا مش فيها على التليفون لما قال الادوية مشكلة في مصر وانتو احنا جبناها هنا وفردنا لكم حالة على الادوية واعترفوا في مصر ان في مشكلة في الادوية واعترف وزير الصحة ان تلت يعني تلت الادوية مش موجود في السادات المصري تلت ادوية نصر مش موجود ورغم ذلك فتاح السيس يجي هنا ما يجيبش سيرة الادوية طب بقى الملايين اتكلمنا عليها بتقول كبد والملايين بتقول كلا والملايين بتقول فيرسي والملايين مش عارب منوش دعبيهم خالص ليه مش هيكل مع الناس احنا ما انهم القرف وعاية ودبان وحاجة تلزة عشان كده عادي جدا انه وزير الصحة يطلع يقول ان احنا هناخد من المصريين اشتراكات بدون استثناء تحت دعوة تقديم خدمة متميزة تعالوا بقى نشيب القصة دي كلها نسيبكم السياسة بقى نتكلم في السينما في السينما فيه مسلس مهم جدا ما تجيش عنده يعني هو كان مسلس بس عمالي يتقلص كده مثلا منهم الجنس مثلا الجنس السينما مشكلة بتواجه كل يعني على يعني على كل مستويات الرقابة فيه مشكلة في الجنس وبعدين فيه مشكلة السياسة انك انت لو خبطت في السياسة يعني ايه خبطت في السياسة يعني خبطت اي حد طلع كمال الشناو في الارهاب والكباب يعمل دور وزير داخلية ويتحكوا عليه وخيارات الداخلية تطلع بشكل كوميدي لكن ما تجيش عند الرئيس دي كانت مشكلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر